اشتركوا في القناة من ناحية تانية طبعا في مرات تختلط الامور وبصير في يعني زي بتقولي بيحطوا كل شي على مصدر واحدة يعني فبصير المقاطعة مقاطعة الجميع بدون ما نتطلع على كل حالة بحالة احنا عايشين يعني بنص الاحتلال بس بنفس الوقت لحد لحد هلأ محفظين على نوع من التماسك والصمود بس ما خبيش عليك من عشرين سنة زي ما ما بدينا الحديث انوياك لليوم السابورت سيستم للفلسطينيين في القدس والمؤسسات في القدس ضعف كتير وتآكل خاصة بعد أوسلو كون هذا البناء اللي بدو ينبنى في بيرزيت هو عبارة عن مركز هب أو هيد كورترس خلينا نسميها لفكرة المتحف ولكن المتحف بدو يحاول يمتد ويتواصل مع التجماعات الفلسطينية في أكبر عدد ممكن في العالم عن طريق شراكات عن طريق شبكة من العلاقات اللي بتمتد في التجمعات الموعد للافتتاح إن شاء الله في نهاية 2014 لما مؤسس التعاون انتقلت من فكرة انو احنا بس نعمل متحف يحفظ التاريخ يعني هداك نسبيا سهلة لانو بجيب التاريخ أوكي تعملي له قراءة معينة وبتمثليه بمعروضات معينة هلأ لسنا نقول نعمل هذا الحكي بس لا كمان نتفش نأخذ التاريخ وهذه القراءة ونتفشها بالمستقبل ونشوف كيف هاي ممكن تتفاعل مع الفلسطيني اليوم إن كان موجود في القدس أو في عمان أو في سانتياغو تشيلي أو وينما كان وشو بيعني له هذا المتحف وشو بيعني له كونه فلسطيني وكيف هذه العلاقة إحنا من خلال هذا الجسم ممكن نعززها ونقويها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر